إذا بدك تحط عنوان لكتاب حياتك شو رح يكون هيدا العنوان الكتاب اللي عمالي حيروح على المطبعة إن شاء الله يروح على المطبعة لأنه الكتاب هلأ عندي ثلاث كتب مسوداتهم خالصين كان بدهم تجميع موجودين ببيتي بحولة وخايف من ميلتين طبعا بيخاف الواحد عبيته بس خايف أكتر على المسودات الكتب لأ صباح الله نصار شي بكون شغل خمس أبدا أنا بكتب بإيدي ما بحب أكتب إلا فشغل خمس سنين حطيت عنوان مبدأ الكتاب ربما لم يحن وقتي بعد شوية ترشيهم فيه بس فيه كتير من المذكرات اللي إلى أسقطات سياسية ما بين الشخصي وما بين السياسي فيه حقائي كتير طبعا أنا عشت ببيت شبه مسياس طالع من سقافة المجزرة طبعية حولها يعني بي وحيد بقي من بعد ما استشهد جدي واستنشأنا مثل ما بقولوا يعني هاي العطر الشهادة فكنا مسياسين من إحنا أولاد صغار مناضل من صغار يعني وصارت معي أحداث كتير من أنا وفي المرحلة التكملية كنا نسميها المتوسطة يعني أشهرها يعني أسقاط سورة بورقيبة يوم اللي إجاء على لبنان وقال بنا لازم نعترف بالتقصيب وأمنا مظهرة كانت ووقت أكلت قتلي من فرقة 16 كتير كبيرة وإلى جانب معيشتي مثلا كان عمري 8 سنين لما نزلوا الأمريكان وبصورة 58 وحط كان في دبابة من نوع باترون مفجودي عدوار تشتيلة كنا نروح أولاد صغار نراشع علينا كان يقودونا شابان كبار نحن أولاد يخدونا اتنين كبار قولوا امشي نروح ونوقف كلنا وكل واحد ورس نورا ونضربهم بالنقاي فيه وكنا وقت نظاهر نقول إيزنهاور مالك منا خد كلابك ورحل عنا بعدين يعني مثل هيك شغلات إلى جانب معيشتي أنا ما بين حولة نحن سكان بيروت ما بين حولة ما بين بيروت وسأبت أني بالمرحلة المتوسطة كنتم مدلسة البسطة الرسمية بعز الحالة الناصرية اللي أنا تأثرت فيها ومن ثم كمان بالمرحلة السنوية على سنوية ترية جديدة كنت تنزل مظاهرات أنا ما كل أقتل لمفرخ يعني الحمد لله مرأت عكل المخافر يعني بعدين عم بيحكي له للشاب أنه كنا نحن نجي على الزوية هون شارع الحمرة كنا نتجمع كل أربع خمسة مدخل بيني بعدين في إشارة نتجمع فورا ونصرخ كلنا نحن رجالك يا حرية وكذا لغاية ما يتجي الفرقة 16 اللي ينلقط ينلقط ولي يهرب يهرب لا أنا عايشت كل هاي المرحلة يعني من زغرك مناضل بتحكي بالمقاومة وبحق لبنان أو أي وطن فيه احتلال أنه يدافع عننا هيدا الشيء وهيدا وهيدا المواقف بمحل من المحلات دفعت ثمنة وهي يعني خروجك عن العمل مع قناة أبو طبي من وراء لما انتهت الحرب من بعدها دغري تبلغت به أنا كنتعرف يعني أنا لأنه لما أخدت القرار بأني أطلع ولازم يكون صوتي مدوي يعني وأنا ب82 لعبت دور كتير كويس عبر إزاعة صوت لبنان العربي يعني مشهورة هادي قصة لم تدخلوا بيروته يعني ضلنا لغاية ما فاتوا علينا الإسرائيلية على داخل مجامع عبدالناصر كانت الإزاعة ووقت أنا جيت وعملنا تلفزيون تندم على هيدا المواقف؟ لا ما بندم أبدا بس بمكان ما أحيانا ظروفك الحياتية بهذا الظرف خاصة كمان إذا ما أخدت حقك نتيجة اللي أنت كتاب بتشعري بندم أنا مشان ولادي أخدت حقك؟ لا وابن النضاء مثل دفع السمن كان بروتانا ابن النضاء بسببي كمان كان بياخد معاش كتير كبير وأنا كنت أخد راتب أعلى صحفي في لبنان بتفكر تنتأم اليوم؟ لا أنا أنا طلعت من قناة أبو ظبي حتى الآن يعني من بعد شغل ثلاثين سنة وست شهر وثناشر يوم لكن لم أتفوه بأي كلمة سيئة على الإمارات ولن أتفوه يعني لأنه أنا كنت على أنا أنا على علاقة كنت صداقة مع كتير من يعني الشخصيات مثل حتى الشيخ عبد الله أو الشيخ نهيان أو الكل وأنا عشت عمري يعني أنا إياهون وكانوا هني الشيخ عبد الله لما تخرج من الجامعة كان شباب وأنا حاملوا من ست سنين على ركبتي لما كنت أنا كأنا ضليت سبع سنين مزيع في تلفزيون أبو ظبي نعم بأبو ظبي فلا يمكن أني أنا يعني أتكلم بعدك على تواصل مع هؤلاء أبدا لا لا ما حدا يسترجعك بأبو ظبي بيحكوا معي لما بدك شوف يعني بيحكوا معي لما بيطلعوا لبره من ألقام أوروبية أو شي لا فيه اثنين ثلاثة من يعني الشيخ نهيان متكذب بيسألني عن أولادي كيفك شو أخبارك بس بعتدي أني أنا ممنوع أدخل حتى دول مجل التعاون الخليجي وبعدين اكتشفت أني كمان ممنوع أدخل عمصر كنت رايح بدي وقع اقتابي هذا حروب لا تنتهي مع أني أنا في فصل كامل مشيد بالشيش المصري وأنا ابن الناصرية وأنا ما بعرف وابن الأعلام المصري يعني أنا بالستة وسبعين لما أجونا مجموعة اللي يعني طلب وقتا بيجن من السادات أنه يطرد حوالي ثمانين أعلامي قالوا هؤلاء بشكله خطر على تفاهمنا فأجه السادات راح بدوا يشيرهم وحطهم وزارة الزراعة وهون طلعوا من أبو ظبي أحمد خليفة السويدي وعبد الله نواز بأمر من الشيخ زيد الله يرحمه راحوا جابوهن أجو على الإعلام الإماراتي فأنا اللي كنت أسمعهم أنا كنت حبيب إزاعة اللي كنت أسمعهم أحلم فيهم وبالمرحلة الناصرية وأسمعهم لقيتهم كلهم صاروا قدامي وأنا لما بلست موزيع أنا كان عمري 24 سنة ولد يعني أصغر موزيع فأتأثرت فيهم وأنا يعني أنا فعلا حتى لما بكون أنويان بحكي بصري عادي وحتى سقافتي الفنية وكذا كانت وقتا من مرحلة الناصرية يعني راحت أيام كانت عظيمة وانتهت